للحديث أكثر عن اختيار رئيس الجمهورية ينضم إلينا عبر الهاتف من مسقة الكاتب والباحث العراقي بيسام العاني أهلا بكم أستاذ بيسام أهلا وسهلا حياكم الله وتحية إلى مشاهدي قناة الرافقين بالتزامن مع عقد البرلمان لجلسته لاختيار رئيس الجمهورية وفي ظل الخلافات الجارية بين الأحزاب الكردية ما هي توقعاتكم لنتائج هذه الجلسة؟ طبعا السباق محنوم بين طرفي الصراع الكردي على منصف رئيس الجمهورية ما بين فؤاد حسين وبرهم صالح لكن بالحسابات المنطقية السياسية المنطقي أن يكون المنصف من حق الاتحاد الوطني الكردستاني بمعنى أنه يقول إلى برهم صالح لكن أيضا هناك حسابات سياسية في الواقع كثيرة تقول أن فؤاد حسين أقما يحظى بفرصة أكبر خصوصا وأن هناك أطراف كثيرة الآن داخل التحالفات الشيعية وداخل أيضا حتى التحالفات السينية لديها رغبة كثيرة في التحالف مع مسرود فرزاني وتشكيل تحالفات جديدة وخصوصا بعد أن رأينا التحالفات الكثيرة التي تشكلت بين متضادين في العملية السياسية والتي أتمرت عن تشكيل تحالفات داخل مجلس البرلمان أدت بالفترة الأخيرة إلى انتخاب رئيس البرلمان محمد الحقوسي وربما هذا التشكيل الجديد وهذه التشكيلات الجديدة للتحالفات السياسية التي صارت تجمع المتضادين والخصوم التقييدين ربما هي نفسها تقود إلى أنه التحالفات الشيعية الكثيرة مثل التحالف البناء ربما يتحالف هذه المرة مع سعود فرزاني وبالتالي يميل إلى اختيار المرشحه فؤاد حسين طبعا أيضا إذا اعتندوا آلية الانتخاب داخل نواب الكرد في البرلمان أيضا هذا بسبب الكثرة يجعل الكفة تنين إلى أفواد ننتقل لهذه أو نبقى فيها في هذا السباق الحاصل بين الحزبين الكرديين على رئاسة الجمهورية حتى ساعة الأخيرة بعد أنباء تحدثت عن لقاء جرى بين المرشحين مع السفير الإيراني في بغداد كيف تقيمون مثل هذا اللقاء طبعا هذا بالتأكيد ضمن نفس السياقات التقليدية التي جرت عليها العملية السياسية منذ عقد ونصف أنه كل مرشحي الأحجاب يذهبون لنيل البركة من ممثل الولي الفقيه في العراق وهو السفير الإيراني وأصبح معلوما لدى جميع المراقبين بأن كل الذين يتقدمون بالترشيح للمناصب الرئاسية في العراق عليهم أن ينالوا موافقة إيران بالدرجة الأولى في هذا الصدد كيف تفسر تدخل الإيراني المباشر والعلني في تحديد حاضر ومستقبل العراق للأسف الشديد هذه حقيقية تاريخية معاصرة مؤلمة جدا إيران كطرف إقليمي راعي للمشروع الأمريكي الذي حضرت بقوة بعد الغزو عام 2003 دعم الإيراني للعملية السياسية في العراق يجعلها وهي طبعا أكبر داعم بعد الولايات المتحدة الأمريكية لهذا المشروع في العراق يجعل لها اليد الطولة بعد أن انتقت مصالحها مع مصالح الكبار في العالم ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية على أن يكون الوضع في العراق الحالي يسير باتجاه تفتيك الدولة تفتيك مؤسسات الدولة نشر الطائفية إضعاف مؤسسات الدولة وبالتالي السيطرة أكثر ما يكون على المحركات السياسية في عراق ما هي قراءتكم لتسريبات الأولية عن رئاسة الوزراء التي حسمت بشكل تقريبي لصالح عادل عبد المهدي يعني من المراجعات السابقة لكل الحالات التي أعقبت الانتخابات في الفدرات السابقة 2014-2010-2016 دائما هناك يكون حسم ما يسمى حسم الساعات الأخيرة من الصعب التكهن بالموافقة بنسبة كبيرة على عادل عبد المهدي وإن كان الكثير الآن يصرح بأن عادل عبد المهدي ينال مقبول يتصل إلى 90% لكن هذا أيضا صعب لأن الفائزين من الصعب أن يتنازلوا عن مكاسبهم عن أصواتهم التي حصلوا عليها في الانتخابات وهذه الأصوات كانت مدفوعة مدفوعة الثمن يعني دفعوا مبالغ كبيرة لشراء هذه الأصوات ليس من المنطقي لأنه يتنازلون عن هذا المنصب لصالح شخصية مستقلة يبقى التكهن صعب وهناك أيضا ما يسمى بحسم الساعات الأخيرة وأنا شخصيا أعتقد أيضا أن حضور عادل عبد المهدي هي أيضا حضور ليست كبيرة في نيل المنصب رئيسي للترى أشكرك جزيلا شكرا الكاتب والبحث العراقي بسام العاني كنت معنا عبر الحاتف من العاصمة العمانية مسقط